اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واللائحة سنوية تصنف بها الدول إلى دول مستقرة فيها سلام ودول ليس فيها مؤشر للسلام في آخر تقريب لهذا المعحد اللي طبعاً لديه فروع في نيويورك وفي مكسيكو سيتي وفي كسبورد وبريطانيا ويعمل ضمن معايير محددة ودقيقة لتحديد هذه أسس السلام وكيف يدرسها وسنتحدث عنها ويكشف العلاقة طبعاً هو دائماً يبحث عن علاقة بين السلام والاقتصاد والثقافة والسياسة والخدمات التي تقدم للمجتمع وقدرة المجتمع على التعايش الطبيعي والعيش بسلام والتغذية الجيدة وقدرة الحكومات على دعم الشعوب هكذا تقاس هذه معاييره في مثل ما قلنا في آخر إحصائية لهذا المركز أو آخر قائمة أصدر هذا المركز قبل أيام أصدر قائمة تحدث عن دول العالم وإذا بالعراق في المراتب الأخيرة في مؤشر السلام هذا البلد الذي قاله سونا نموذج أمريكا نموذج سيحتذى به نموذج من الازدهار والديمقراطية والحرية والسلام والكذبة الكبيرة هذه وهذا هو أكثر بلد فساداً وخراباً ودماراً وقهراً وبالتالي العراق كما يقول مع هذا الاقتصاد والسلام في دراسته في بحوثه في قائمته في المراتب الأخيرة في مؤشر السلام لعام 2022 فهو يقوى في المرتبة 154 والسبب مثل ما أوضح معحد الاقتصاد والسلام يقول لتدني الدعم الحكومي لاقتصاد البلاد وانعدام الأمن الغذائي وتدابير التماسك الاجتماعي إذن العراق ليس فيه نظاماً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يجعله بلداً آمناً ويجعل الشعب ويعيش من السلام هذا ما قاله المعهد ويواقع الحال الحقيقة المعهد يقول أن السلام يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمفاهيم النظام النظام الذي يحكم البلد هذا النظام يقد يقدم من أمن غذائي من أمن اجتماعي من تماسك للمجتمع من أمن ذاتي من استقلال من سيادة من قدرة على النهوض التعليم خدمات طبية خدمات عامة يقد يقدم هذه كلها تعزز فرصة في أن يرتقي بمؤشر السلام إلى الدول التي فيها محترمة ومؤشر السلام فيها عالي جداً جداً لكن في العراق يعني في أسفل قائمة المراتب الأخيرة المؤشر السلام ليس فيه سلام حقيقة ينعدم فيه الأمن الغذائي ينعدم فيه التماسك الاجتماعي ينعدم فيه الأمن ساطع السنة العراق فوضى سياسية واقتصادية واجتماعية وأمنية أعلى بلدان العالم فساداً يعني بآخر مؤشر لمنظمة الشفافية الدولية يقولون أن العراق من ضمن الدول العشرين الأكثر فساداً في العالم هذا آخر تخرير والتالي بعد ساطع السنة والعراق ما زال يقبع في خانة الدول الأكثر فساداً في العالم تبيض الأممال متاجرة بالبشر متاجرة بالمخدرات فساد تهريب أموال فقر بطالة خراب دمار هجرة تهجير اعتقالات أمن ماكو احترام للحريات احترام للحقوق ضياع السيادة ضياع وآخرها يعني كل الناس سمعنا وتحدثنا عنها بحلقتي المضاد عن قصف ايران للعراق بـ 12 صاروخ والبيانات التي صدرت من الحكومة وقوى العملية السياسية كيف كانت تدل على أنه لا حكومة في العراق ولا أحد يحترمها وإيران لا تحترم هذه الحكومة واحترامها هذه من القبل العالم وسفراء وروحوا تعالوا وسافر الوفد الفلاني وشارك العراق في المؤتمر الفلاني وصالح المدرمينو وجمع الرأس الفلاني مع الرأس الفلاني والنظام الفلاني مع النظام الفلاني هذه كل شيء إعلامي ليس أكثر إذا أمريكا تريد أن تقول للعالم أن هذا النموذج ناجح في العراق وهو من أسوأ النماذج نموذج خرب وسيأتي اليوم الذي ستعترف به أمريكا ستعترف به أمريكا أنها صنعت كارثة في العراق هذا وقع الحال المهم فبلد فيه جوع وفقر وفيه خراب وفيه بطالة فيه 13 مليون عراقي واردهم اليومي أقل من دولارين هذا بشهادة من البنك الدولي وليس من عندنا البنك الدولي يقول أنه هناك 13 مليون عراقي واردهم اليومي أقل من دولارين أقل من 3000 دينار عراقي 3000 دينار عراقي لا يستطيع أن يشتري بها شيء ما لا يشتري بها يعني الحقيقة لا أحد يستطيع أن يتحدث وهذا البلد اللي يعني يصدق كل هذه الكميات من النفوط وتجي كل هالميارات وإذا تذهب إلى الفساد والخراب وإلى جوش من العاطلين والمنتفعين في الخارج وغير ورفوح ومرفوح ورواتب ومصائب كبيرة كبيرة وبرلمانين ومزراء وتقاعدات غريبة عجيبة لهؤلاء الناس ومن المتقاعدين الحقيقيين فلا يكسبون شيئا وبالتالي الحكومة تطلع تقول رح نطيكم مئة ألف منحة لمدة شهر واحد والمنحة تساوي 68 دولار و 68 دولار خلت رحت عينكم ولكم الموظفين وكل الفقراء 68 دولار في هذا الغلاة وفي هذه المصيبة الكبيرة وفي هذا الكارثة الكبيرة السلع كلها ارتفعت أسعارها ولا وجود لا رقابة فبالتالي في العراق ليس هناك أمن ليس هناك سلاة العراق خارج مؤشرات السلام إذن هذا النموذج الذي صنعته أمريكا عام 2003 ولحد الآن نموذج من الفوضى من الخراب من الدمار من الأذى والسوء على نفسه وعلى الآخرين لأنه ليس فيه سلام البلد الذي لم يستقر الذي بلد الذي لم يبيه سلام يشعل الآخرين فوضى وخراب ودمار وخوف وأذى وهذا واقع الحال في العراق ميليشيات تتحكم به وأذى واسوب وبالتالي هذه تقييمات العالم للعراق فما الذي يجعل أمريكا ودول العالم والممتحدة ترى في هذا النموذج الغريب عجيب الشاذ الذي يحكم العراق هو الذي يجب أن يبقى إذن كلها قد اتفقت على تدمير العراق وتدمير أهله هذا واقع الحال هذا هو يعني هدف المشروع الذي جاءت به أمريكا وهو المنفذ لحد الآن هذا ساطع السنة هذا تنفيذ المشروع وقد هذه الحلقة قد انتهى أعزائي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين أستودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة